تعالوا نعمل مع بعض بديل البرسيل البلاك في البيت بطريقة سهلة جداً وعايز أقولك أن الطريقة دي اقتصادية وموفرة جداً أنا كنت أول مرة أجرب النوع ده اللي هو بديل البرسيل البلاك ونضفته كانت حلوة جداً وسعره كمان على قد الإيد طب سعر الكيس ده قد إيه سعره 35 جنيه أنا جايبا من إيه جايبا من عند أي محل ممكن تلاقيه بيبيع منظفات زي الكلور والصابون حتقونيله أنا عايزة المركز بتاع البرسيل البلاك اللي بيتعامل في البيت حيديكي الكيس ده يلا بينا بقى نفتحه ونشوف هو جوه إيه وأنا بفتح الكيس حب أقولكم على حاجة مهمة جداً أنا كنت كل ما يجي أنظف بيتي أو أروأه أحس أن أنا متكركبة ومت لغبطة ومش عارفة حبتدي منين وأروح فين وكنت بحاول أخترع كده حيل جديدة النهار ده بقى أنا عملت حاجة حلوة جداً كتبت كل الأفكار اللي ممكن تساعدنا كلنا في ترتيب وتنظيم البيت سيبالكم طريقة الأفكار دي في البايو كمان في أول تعليق بصوا عنيها وحتيستفيدوا منها كتير طبعاً الكيس كان محتوية عبارة عن كسين الكيس الأولاني كان عامل زي الصبون والكيس الثاني كان عامل زي البودر وكان لونه أزعب هنعمل فيهم إيه؟ هنجيب بلاستيكاية تكون واسعة أحبتدي أنا أحط الكيس اللي هو البودر الأول الكيس الثاني كنت حاسة كده يعني مش متقلب كوي فأرج رقت فيه شوية كده لحد إيه معطاني اللون اللي هو المزبوط بتاع الكيس ده لأن كنت حاسة إن هو من تحتك اللونه أتقل من اللون اللي فوق هفضي بقى الكيسين دول كويس جداً مش هسيف فيهم ولا فسكوسة صغيرة هجيب بقى المعلاقة السيليكون علشان هي دي اللي بتخليني أقلب الحاجات دي مع بعضه كويس جداً وحعد أقلب فيهم كده مش أقل من خمس دقايق لحد ما يندمجوا مع بعض وحس كده إن الحبيبات ابتدت تفك شوية مع السايل الشفاف ده هبتدي بقى إن أنا أضيف المية هديف المية بإيد وبالإيد التانية بابتدي إن أنا أقلب هحط قدقين من المية المفروض إن أنا أمشي على المقدار بتاع الكيس إن أنا أحط أربعة لتر من المية بس بصراحة علشان البرسيل ده ينظف معي الغسيل كويس أنا بحط المية أقل من المطلوب يعني لو هو عايزني أحط أربعة لتر أنا بحط تلاتة لتر تلاتة لتر مثلاً وكوباية علشان يكون فيه تركيز في المسحوق ده والغسيل يطلع معي ينضي وهو ده اللي أنا ماشي بيه في كل الطرق طبعاً إحنا عملنا مع بعض قبل كده بديل الفيري وبديل البريل وبديل الدوني وكمان عملنا الشاور جيل في البيت عملت معاكم حاجات كتير جداً اللي عايز أي حاجة من الطرق دي يكتب لي بس في الكومنتات وحاسبله الطريقة بعد ما ضفت كل كمية المية حتدي بقى إن أنا أقلب تقليب مستمر مش أقل من عشر دقايق لحد ما أتأكد إن الحبيبات اللي موجودة جوه البرسيل الجيل ده دابت خالص هو في المرحلة دي طبعاً أنا هعمل إيه؟ هحط المعلقة كده وعلقها على حرف البلاستيكية وحاسبها 3-4 ساعات مع بعض وبعد كده أرجع لهم بقى هبتدي أدلهم تقليبتين هلاقي إن كل الحبيبات دي خلاص دابت تماماً فيه البرسيل الجيل وكمان بقى هو قوامه تقيل جداً شايفين؟ الحط اللي أنا بعمله في المعلقة ما بيدمش بسرعة معناه إن القوام بتاعي البرسيل بتاعي حلو وتقيل شايفين ما شاء الله وقوام بتاعي البرسيل الجيل اللي عامل زي اللي أحنا بنشتري جاهز في الأزايز بالضبط هي فيه ملحوظة واحدة بس اللي ما كانتش عجباني إن أنا لما جيت أجيب اللي هو البرسيل البلاك كنت متخيلة إن هو هيكون لونه أبيض زي البرسيل البلاك اللي إحنا بنجيبه جاهز في الأزايز بتاعة الشركات بس بصراحة كان لونه لبني وده كان نفس اللون بتاعي البرسيل الجيل العادي اللي أنا برضو بعمله في البيض يعني مش مشكلة اللون المهم من النظافة وانا زي ما قلت لكم ان هو بينظفه حلو جدا وكمان رحته فيه منتهى الجميل يعني ممكن تعتمد يعنيه وما تحطيش معطر ولا اي حاجة هنا عبي بقى كل الكمية في الازاز بتاعتنا وعايز اقولك ان الطريقة حلوة وموفرة ومش عايزين نشتري الحاجات اللي هي بتكون في المقاطعة نعمل البدايل بتاعتها في البيت وحاب اقول لكم بكل امانة ان البدايل بتكون احسن بكتير وبتكون موفرة وحنوفر كمان كتير في مصروف البيت يا رب يكون الفيديو عقب